تلك الرسل فضلنا بعضهم لا بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يفر بالطاوط ويؤمن من الله فقد استمسك بالعروة الوسطى لنه في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات للنور والذين كفروا ولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النور للظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترين الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملج إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميد قال أنا أحي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروفها قال أن يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي إليك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف من يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموال في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذنهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله والوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعف فإن لم يصبها وابل فطل هو الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها نهار له فيها من كل ثمرات وصابه الكبرونه ترية ضعفة فأصابها إعشار فيه نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسعنا عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصنقات فنعماه وإن تخفوها وتؤثوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سياتكم والله ما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أتوا وما تنفقون إن ابتغى وجه الله وما تنفقوا من خير وفيليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفو تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إن حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية من فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ناثيم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وقاموا صلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن توتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل أبا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملر الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمن له فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى جنه ذلك مقصد عند الله وقومون شهادة ودنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدين لذئت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرائيون كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألفنا من الله لا إله إلا هو الحيم القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد هو الله عزيز تنتقى إن الله لا يخطأ عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفدنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فخذهم الله بذنوبهم والله شديد عقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خاردين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من عباد الذين يقولون ربنا إننا أمنا فغفلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستوفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع حساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتنوا وإن تولوا فإن ما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا ننتمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسوت وهم لا يردمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وين الله المصير قل إن تخفوا ما في سدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وفكر رحيم تخفع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطري محررا فتقبل مني إنك أنت سميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن مالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصني في المحراب أن الله يبشرك بي أحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنه لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح من عشي والبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذا قالت الملائكة يا مريم وإن الله أصطفاك وطهرك وصطفاك على نساء العلم يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفروا مريم وما كنت لديهم إذ يقتصم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم واجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهله من الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والطوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل لقد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فمنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لا يتلكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الطوراة ولأحل لكم بعض الذين حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطعوني الله ربه وربكم فاعبدوه هذا سرعة مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعونك حوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنوا فيه تختلفون أما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين أمنوا وعملوا صالحات فيوفهم وجورهم الله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليكم من الآيات وذكر الحكيم إذ لمثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعوا أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وانفسكم ثم نبتهم فنجعل نعاد الله على الكاذبين إن هذا لهو انقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفكرين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضنا ربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشيكين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين وأمنوا والله وري المؤمنين ودى طائفة من أهل الكتاب لم يضلونكم وما يضلون إلى أنفسهم ما يشكرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجهنها لواكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتاحهم مثل ما أوتيتم ويحاجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يدي من يشاء الله واسع العالم يخترص برحمته من يشاء والله ظل الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأذين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولاي لا قلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوما القيامة ولا يزكيهم ولوما عذاب أليم وإن منهم نفريقا يلبون ألسنتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلموا ما كان لبشرين أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مسرين قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين لا يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طعوا وكرهم وإليه يرجعون قد آمنا بالله وما أنزل علينا وأنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط وموت يموسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين حد منهم ونحن مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله القوم من كفروا بعد إيمان وشهدوا أن الرسل حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واشلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئكهم الضال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولم افتلا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين